أهلاً وسهلاً بكم من جديد في حلقة من برنامج شخصيات وعبر شخصيتنا اليوم لها طبيعة خاصة شخصية علمية منذ صغره جعل له هدفاً في الحياة وحصل على هذا الهدف رجل عصامي نشأ في رعي الغنم كان عند غنم لأهله وكان يرعى هذه الغنم يخرج في الصحراء كل يوم ويرعى الغنم وهو شاب صغير فتى صغير يرعى الغنم ويتربى وكان عنده قطة صغيرة يلعب بها يربيها ويلعب بها والنبي صلى الله عليه وسلم وصف القطة فقال إنها ليست بنجس طاهرة إنها من الطوافين عليكم الطوافات وكان عند هذا الرجل قطة صغيرة هرة صغيرة لقب بها فكان الناس تقول له أبو هريرح تصغير الهرة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام شافه وقال له يا أبا هر كان يداعبه يقول له يا أبا هر وكان الصحابة ينادونه بأبي هريرح نسبة لتربيته القطة وهو صغير ومشى هذا الاسم على أبي هريرح أبو هريرح رضي الله عنه أسلم متأخرا ما أسلم في البداية وهذا الغريب أن الرجل أسلم متأخرا لكن حصل من العلم على شي جم لأنه يعرف شلون يستغل وقته بعض المرات الواحد يقول أنا الله هداني وأنا كبير أقدر أطلب العلم ليش لا شوفوا قصة أبي هريرح متأ طلب العلم يقول عن نفسه نشأت يتيما وهاجرت مسكينا رجل عصامي منذ الصغر كان معتمدا على نفسه بعد الله جل وعلا جعله هدف في الحياة بعدما أسلم أن يطلب العلم ترك كل شيء في الدنيا هذا مشغول بالتجارة وهذا مشغول بالعمل وهذا مشغول مع أهل وهذا مشغول أما أبو هريرح كان وقته من صباحه إلى مسائه في الحفظ يحفظ أحاديث الرسول حتى يقول عن نفسه ما حفظت حديثا عن رسول الله فنسيته أبدا والآن افتح أي كتاب أي كتاب فقه ولا عقيدة ولا ما تلقى أحاديث إلا لازم تلقى فيها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء وتحمل الجوع في سبيل ماذا في سبيل طلبه للعلم قل هل يستوي الذين يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الله يقول ما يستوي العالم وغير العالم ولهذا أبو هريرة صار له شأن شأن عظيم في هذه الأمة من شدة الجوع أحيانا تخيل ما عنده وقت لا وقت يأكل لا وقت يشتغل عشان يحصل طبعا واحد يقول لا الواحد يعمل إيه بس أبو هريرة الله هيئة لأجل يحفظ دين هذه الأمة شلون نحفظ عباداتنا الله هيئة بعض الصحابة يحفظون السنة من رسول الله عشان يبلغونها للذين بعدهم صحابة معدودين جمعوا أكثر السنة أبو هريرة منهم يقول من شدة الجوع أحيانا كنت أسقط على الأرض وأصاب بالصرع فيمر علي المار يمسكني يظنني مصروعا يعني فيني شيء يقول وليس بي إلا الجوع يظن للناس مجنونا وليس بي إلا الجوع أي تحمل في طلب العلم هذا بعض الطلاب يقول لي يا أخي اقرأ ادرس ما ليخلك شنو ما ليخلك شوف أبو هريرة سواه يقول يوم من الأيام يقول كنت أتعمد أروح لبعض الصحابة أسألهم عن أحاديث ما كان يمدئدة ولا يطلب من أحد صدقه في عزة نفس يقول أسأل بعض الصحابة أحاديث أقول يمكن يعطوني تمرة ولا تمرتين أسد فيها جوعي وكان أحيانا يعطونا لأن يزورهم يطلب العلم يحفظ فكان يعطى من هذا ويعطى من هذا يقول يوم من الأيام شافني منه والرسول فعلم أنني جائع يعني الجوع بين على وجه الواحد يقول فناداني إلى بيته يقول فدخلت معه البيت فقال لي قال يا أبا هريرة أراك جائعا قال نعم يا رسول الله جائع ميت من الجوع فبحث في البيت سأل أهله الرسول يسأل أهله قال عندكم شيء قالوا عندنا قدح من لبن ينا فيه لبن استعنى سبه هريرة اللبن يسد الجوع يقول فأعطاني القدح قدح اللبن يقول ففرحت فقال لي اذهب إلى أهل الصفة في المسجد وأعطهم إياه يقول فتضايقت أهل الصفة مو واحد ولا اثنين شكثرهم مجموعة كبيرة جالسين في المسجد كلهم فقراء والقدح واحد قدح صغير شي سوي لهم واحد أثنين شربون خلص يقول والله قد قتلني الجوع ولكني لا أرد أمر رسول الله طلع من بيت الرسول وانداش داش المسجد ما ذاق النبن ميت من الجوع لكن وقاف عند أمر رسول الله يقول فذهبت إلى أهل الصفة وأعطيتهم القدح وأنا أقول خلاص ما رح يجيني شيء يقول فجاءنا النبس صلى الله عليه وسلم في المسجد يقول فشرب الأول شرب الثاني شرب الثالث شرب الرابع شرب الخامس كلهم مشربوا أنا متعجب القدح ما خلص شنو هالإناء اللي كلهم مشربوا منه يقول فانتهى كل الناس وشبعوا حتى وصل دوري يقول فنظرت إلى القدح وإلى اللبن لم ينقص منه شيء يا الله الرسول يعلم يعلم أن أبا هريرة كان جائعا لكن أراد أن يوريه شفت اللبن أنت آثرت للناس رح يرجع لك مثل ما كان فقال لي اشرب يا أبا هريرة يقول شربت ما صدق الحين أبا هريرة يشرب من الجوع يشرب ويشرب يقول له اشرب يقول واشرب يقول لي اشرب ويقول واشرب يقول حتى قلت والله لا أجد له مسلكا خلاص يعني بطن امتلأ كل هذا من قدح واحد يقول ثم أخذه النبي وشرب ما بقي منه إنه من إنه أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه يقول يوم اليمن جالس عند الرسول يتعمد أبا هريرة فقلت اللهم إني أسألك علما لا ينسى فقال النبي آمين أمن النبي لدعائه وكفى بتأمين النبي تأمين وهذا استجابة للدعوة يوم من الأيام شافوا الصحابة يتمشون بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم يعني في التجارة وفي الأسواق وما تدرون شنو في المسجد قالوا ماذا في المسجد قال ميراث الرسولي وزع الصحابة يتمنون أي شيء من أثار الرسول من ميراث الرسولي يعني كذكرى قال ميراث الرسولي وزع في المسجد قالوا في المسجد قال نعم فأسرع الصحابة إلى المسجد كلهم اركضوا دشوا المسجد شنيرجعون له قالوا له ما رأينا شيئا في المسجد رأينا رجلا يصلي وآخر يقرأ القرآن وحلقة علم وذكر ما في شيء قال فإن هذا هو ميراث رسول الله شوف شون يعلم الصحابة قال فإنه لم يورث دينارا ولا درهما ولكنه ورث العلم يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم والذين أوتوا العلم درجات يعني الله يقول يوم القيامة أهل العلم لهم درجات مو درجة حال محال الناس لا أهل العلم لهم درجات عالية عند الله يوم القيامة في حياة النبي نرجع مرة ثانية أبو هريرة أم ما كانت مؤمنة جلس معاه يوم من الأيام قال يا أم أسلمي يا أم آمني ما آمنت حتى تكلمت على رسول الله فزعل أبو هريرة وذهب إلى من؟ إلى النم صلى الله عليه وسلم فجاءه يبكي قال من الذي يبكيك يا أبا هريرة؟ قال أمي أمي يا رسول الله أمي مشركة ادعو الله لها أمي لم تؤمن ادعو الله لها فرفع النبي يده إلى السماء اللهم اهدي أم أبي هريرة اللهم اهدي أم أبي هريرة اللهم اشرح صدرها ففرح يعرف أبو هريرة أن دعاء النبي لا يرد فركض إلى وين؟ إلى أم الآن يدعوها شف بره بأمه شف شو الحريص على أمه هذا الرجل الحنون أسرع إلى أمه فأراد أن يدخل فقالت أمه حسبك يا أبا هريرة لا ادش البيت تعجب ليش؟ يقول فسمعت خرير الماء صوت الماء قاعد ينزل الماء شا تسوي أمي؟ يقول فلما دخلت عندها أول ما رأتني قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بدون ما يكلمها دعاء النبي سبق يقول فبكى أبو هريرة وعانق أمه وهو يبكي ورجع إلى الرسول وهو يبكي وجلس عنده يقول لقد أسلمت أمي يا رسول الله لقد أسلمت أمي يا رسول الله وكان أبو هريرة بارا بأمه من شدة بره ما كان يطلع من البيت الذي يسلم عليها ويستأذن منها ويقول لها كل يوم السلام عليك يا أمه رحمك الله كما ربيتيني صغيرة يدعونها قبل ما يطلع كل يوم فترد السلام أمه وتقول وعليك السلام يا بني رحمك الله كما بررتني كبيرا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إنه أبو هريرة تزوج وكان في حياته قيام الليل شي سوي في بيته عنده خادم لما كبر في السن كان عنده خادم وعنده زوجه بيتهم كل الليل قيام شلون الثلاث يقسمون الليل ثلث الخادم يقوم الليل ثلث زوجته ثلث هو ما كانت تمر دقيقة في بيته إلا والصلاة طائمة أساءت إليه جارية جارية عنده أساءت إليه إساءة فقال لها والله سأبيعك بس خلاص تعب منها قال سأبيعك ممن يوفيني حقي من واحد رح يعطيني حقي قالت لمن قال أنت حرة لوجه الله يعني أنت لله الله رح يعطيني حقك منك وكان يحن إلى النبي بعد موت النبي وكلما ذكر حديثا يقولون كان يروي الأحاديث هو أكثر من روى الأحاديث لكن كلما روى حديثا قال قال رسول الله دمعت عيناح وحن إلى نبيه قبل أن يموت دعا بدعاء وقال اللهم اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي فأحب لقائي فقبض الله عز وجل روح من روح أبي هريرح معلم هذه الأمة ووعاء سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شخصيتنا في الحلقة القادمة أيضا مثيرة قصة إسلامها عجيب ليس بعربي ليس بعربي ومع هذا قال النبي فيه أنهم منا من آل البيت صاحب فكرة حفر الخندق في غزوة الأحزاب من هذا الرجل؟ وما قصة إسلامه المثيرة؟ كونوا معنا في الحلقة القادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته